أهلا بكم عقدت لجنة ثلاثية للحد الأدنى للأجور أول اجتماع لها برئاسة وزير العمل خالد البكار لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور الثابت عند مائتين وستين دينارا منذ الفين وواحد وعشرين رئيس اتحاد النقابات العمالية خالد الفناطسي قال لرؤية إن اللجنة طلبت جميع دراسات الجهات الحكومية والقطاع الخاص حول الحد الأدنى للأجور لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب خلال اسبوعين ووصف الفناطسي توجهات الحكومة اتجاه رفع الحد الأدنى للأجور بالإيجابية لافتا إلى أن القرار سيصدر عن اللجنة وبشكل توفقي من جميع الأطراف وتضم اللجنة تسعة أعضاء يمثلون أصحاب العمل والعمال والحكومة وكانت الأخيرة أكدت التزامها برفع الحد الأدنى للأجور مطلع الفين وخمسة وعشرين علما أن آخر قاران لها رفع الحد الأدنى من مائتين وعشرين دينارا إلى مائتين وستين دينارا خلال جائحة كورونا دراسات سابقة أشارت إلى ضرورة رفع الحد الأدنى إلى 300 دينار لتعزيز الإنتاجية وتحفيز العمال أظهرت النتائج المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورسة عمان تراجعا في مستوى الأرباح خلال أول تسعة أشهر من العام الحلي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي حيث أظهرت جميع القطاعات الرئيسية تراجعا بورسة عمان أعلنت عن نسبة التزام الشركات بتقديم بياناتها المالية مرتفعة وبلغت 93% وسجلت انخفاضا في صاف أرباحها إلى مليار وخمسمائة وتسعة وأربعين مليون دينار وبنسبة 5.19% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي كما انخفضت أرباح الشركات قبل الضريبة إلى مليارين ومائتين وأربعين مليون دينار بنهاية أيلول الماضي وبنسبة 3.13% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي وقطاعيا سجلت جميع القطاعات الرئيسية تراجعا في صاف أرباحها في أول تسعة أشهر من العام الحالي وأقل نسبة انخفاض للقطاع المالي بنسبة 3.10% في حين كان أعلى انخفاض للقطاع الصناعي وبنسبة 16.18% وقطاع الخدمات بنسبة انخفاض بلغت 16.5% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي بالمقابل سجلت معظم القطاعات الفرعية ارتفاعا في صاف أرباحها بنهاية أيلول الماضي وبنسبة متفاوتة وأعلى ارتفاع لصالح الخدمات الصحية بنسبة 4.90% والخدمات التعليمية 80% والصناعات الكهربائية 74% تقريبا فيما جاء قطاع البنوك وتكنولوجيا المعلومات أقل نسبة ارتفاع بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي رغم تأكيد وزارة الداخلية على أن شروط تملق غير الأردنيين للعقارات لم تتغير إلا أنها أثارت شكوك الخبراء الاقتصاديين والسياسيين لجهة توقيت الإعلان وسط التوترات الجيوسياسية في وقت شارت أرقام دائرة الأراضي والمساحة تراجع عدد معاملات تملق غير الأردنيين بنسبة 3% في أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي في مجاة الجنسية العراقية بالصدارة لم تكتفي مجسات بعض الأوساط السياسية باعتبار قرار الموافقة على تملك غير الأردنيين نبأا عاديا بينما قرأت فيه حدثا سياسيا بخاصة لجهة توقيته المقترن بأصداء مخططات الوطن البديل ورعونة تصريحات الاحتلال التوسعية لحق هذا التفكير بيان إضاحي من وزارة الداخلية جادلت عبره بأن أسسا وتعليمات تملك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة لم تتغير الوزارة أوضحت بأن التعديلات الصادرة جاءت لتنظيم الحصول على الموافقة بين دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية نحن في الأردن نعيش بظروف عدم استقرار منطقة ولدينا احتلال على الواجهة الغربية من أراضينا الضفة الغربية لا زالت حتى الآن بموجب القانون الدولي وبموجب قرارات الأمم المتحدة أراضي أردنية محتلة أيضا هناك نواية توسعية للكيان الصهيوني عندما يحاول أو أن يقوم بالتهجير وتفريغ الأرض على حساب الأردن لذلك هذا الموضوع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ولا يجوز أن يتم اتخاذ هذا القرار بهذه الطريقة وبهذه السرعة ولا بد أن يكون هناك أيضا ضوابط وأن يكون هناك عوامل معينة تضبط طريقة التملك والبيع والشراء من خلال التدقيق اقتصاديا يرى خبراء أن طبيعة القرار ستنشط بشكل كبير أرقام النمو مشيرين إلى أنه قد يكون مقدمة لانفتاح اقتصادي أنا شايف أن القرار جدا ملائم اقتصاديا جدا يعني كل الدول عم بتبيع شقق للأجانب أولا فهذه ليست ممارسة خاطئة بعدين لما احنا اشتغلنا في بيع الشقق وبعناها لضيوفنا اللي يجوا مثلا إخواننا من العراق كان فيه رخاء وانضخ حوالي 17 مليار دولار في الأردن فيه خلال خمس سنوات ومعدلات النمو بين 2004 و2009 كانت 7.5% نمو حقيقي مش 2% كما هو الحال الآن الوزارة ذكرت في بيانها أن قرار تملك العقارات لغير الأردنيين يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل باستثناء حملة الجنسيات العربية مطمئنة بأن الموافقة على التملك تخضع لإجراءات تحقق دقيقة يوسف أبو رمان رؤيا أطلق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بوابة إلكترونية على موقعه للفرص الاستثمارية في القطاع العقاري لأراضي مملوكة للضمان الاجتماعي البوابة في المرحلة الأولى أتاحت 14 فرصة استثمارية لأراضي بمساحات مختلفة ذات تنظيم تجاري متعدد وسكني وزراعي ضمن محافظات العاصمة والزرقاء وعجلون والعقبة وتضمن كافة المعلومات التي تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارهم وكشف الصندوق أن المرحلة اللاحقة ستضمن فرصا جديدة وتأجير مساحات من المجمعات التجارية المملوكة للضمان الاجتماعي في عدة محافظات وبلغت قيمة محفظة الاستثمار العقاري 872 مليون دينار بنهاية أيلول الماضي وتساهم بنسبة 5.16% من إجمال موجودات صندوق استثمار أموال الضمان تتجه بلدية إربد الكبرى طرح مشروع الأتبار كفرصة استثمارية خلال الأيام القادمة لإتاحة المجال أمام الشركات المهتمة بالتقدم لتشغيل وإدارة المشروع وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الإدارة المحلية وهدف المشروع إلى تنظيم عملية الاستفاف في وسط مدينة إربد لتسهيل التنقل وتخفيف الازدحامات والاختناقات المرورية إذ سيخدم 18 شارعا مساعد رئيس بلدية إربد الكبرى لشؤون المالية والتنمية والاستثمار المهندس منذر الكفحي قال إن المشروع سيطرح كفرصة استثمارية حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الثغرات السابقة التي واجهت المشروع طبعا المشروع سيتلافى السلبيات السابقة التي كانت مطبقة في المشروع السابق وسيكون في كامله في التطبيقات الإليترونية بدون التدخل البشري أو بالحد الأدنى من التدخل البشري من حيث الاصطفاف ومن حيث المتابعة والمحاسبة على الرجوم ومتابعة تطبيق النظام من الشركة التي ستنفذ المشروع طبعا سنقوم في طرحه كمشروع استثماري كون البلدية ليس له القدرة على طرحه أو إدارته في التقنيات الحديثة حققت مجموعة البنك العربي صافي أرباح بنهاية الربع الثالث من العام الحلي بلغت 748 مليون و600 ألف دولار بنمو نسبته 19% عن ذات الفترة من العام الماضي المجموعة في بيان صحفي أشارت إلى أنها واصلت تحقيق نتائج قوية مدعومة بنمو ملحوظ في الإيرادات من الأعمال البنكية الرئيسية في مناطق عملها إذ ارتفع صاف الإيرادات التشغيلية 12% ليصل إلى مليار ونصف المليار دولار بنهاية أيلول الماضي كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 11 مليارا وتسعمائة مليون دولار رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري قال إن النتائج المتحققة تتماشى مع التزام المجموعة بتنفيذ استراتيجيتها في إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر مما يوفر أساسا قويا لضمان مواصلة تحقيق نمو بالأرباح التشغيلية المستدامة في ظل ما تشهده المنطقة من أحدث